شيخ يقدم أحد البرامج الدينية في التلفاز اتصلت به فتاة بعد انتهاء الحلقة وقالت له أنا وإخوة الثلاثة في حاجة إليك بعد الله أبي مسجون في دين عليه من ثلاثة أيام ونريد أن نراه ونزوره وأمي توفيت منذ شهر فتذكر الشيخ قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال إدخال السرور على المؤمن كسوت عورته أو أشبعت جوعته أو قضيت له حاجة ثم بشرها وأخذ المعلومات وتواصل مع الجهات المعنية وتم ترتيب الزيارة في مكتب الضابط وهناك سلم الشيخ على الأب وما هي إلا لحظة ودخل الأبناء كلهم وقبلوا رأس والدهم ويديه وقال ابنه الصغير ثلاثة أيام لا نراك البيت مظلم بدونك لابد أن ترجع معنا قال الأب وهو يبكي لا أستطيع علي دين لم أستطع سداده واشتكاني صاحب الحق وسأظل هنا حتى أسدد الدين ثم قال الضابط للأبناء لو سمحتم اذهبوا للمكتب الآخر انتهت الزيارة رد الأبناء بصوت واحد نريد والدنا لا نستطيع العيش بدونه وقف الضابط حزينا فسأله الشيخ كم دين الأب قال الضابط أربعون ألفا ولو تم السداد يخرج معكم مباشرة اتصل الشيخ برجل أعمال وقال له تشتري الجنة بأربعين ألفا ثم قص عليه القصة وأعطاه العنوان فقال له رجل الأعمال الآن سأرسل لك المبلغ نقدا مع أحد رجالي وخلال ساعة فقط وصل المبلغ ووصل أيضا صاحب الدين وتنازل عن الشكوى وعندما شاهد صاحب الدين الأبناء عند أبيهم جالسين يلعبهم ويضحك معهم تأثر جدا ثم خرج من المكتب بدموع عينيه وقال للشيخ لا أريد شيئا منه وتنازلت عن حقي أرجو منك فقط أن تدعو لي بالذرية فأنا لم أنجب وقد أبكاني منظر أولاده دع الشيخ له وشكره ثم اتصل برجل الأعمال وأخبره بما حدث فقال للشيخ لست بأقل من صاحب الدين أعطي المبلغ لمن عليه الدين تأثر الأب وبكى من هذا الكرم فسأله الشيخ عن سبب الدين فقال له مرضت زوجتي وأنفقت على علاجها كل ما أمتلك ثم أخذت الدين لأجري لها عملية وتركت عملي لأن تقل بينها وبين أولادي واستمر الحال عدة شهور ثم ماتت زوجتي ولم أستطع تسديد الدين في الوقت المتفق عليه وبعدما خرج الأب مع أبنائه أخذ الشيخ نسخة من المحضر لرجل الأعمال ليطلع على الموضوع كما أخبره بوفاة زوجة الرجل وسبب الدين فقال له رجل الأعمال له مني شقة تمليك ووظيفة في الشركة عندي مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ذات يوم كان الإمام أحمد بن حمل رحمه الله يعطي درساً لتلاميذه وتبين له أن إسماعيل أنشط وأحفظ تلميذ عنده قد تغيب وبعد أن انتهى من الدرس سمع أحد التلاميذ يقول لآخر لقد تغيب إسماعيل اليوم عن الدرس لأنه بالأمس قام الليل حتى الفجر وختم القرآن الكريم كاملاً وبعد أن صلى الفجر نام فربما شعر بالإرهاق فتغيب اليوم ثم سمع التلميذ الآخر يقول لصديقه إن إسماعيل يختم القرآن كاملاً كل ليلة ولم يتغيب عن الدرس من قبل لم يهتم الإمام أحمد بالأمر الذي تغيب إسماعيل بسببه وإنما تساءل في نفسه هل يتدبر إسماعيل آيات القرآن الكريم ومعانيه العظيمة عندما يختمه كل ليلة وفي اليوم التالي حضر إسماعيل الدرس فاقترب الإمام أحمد بن حمل منه وقال له بحب بلغني يا ولدي أنك تقوم الليلة تقرأ القرآن الكريم كاملاً هز إسماعيل رأسه بالإيجاب مفتخراً بنفسه فقال له الإمام أحمد أريدك اليوم يا بني أن تقوم الليلة كما تفعل كل ليلة ولكن اقرأ القرآن بتدبر وكأنك تقرأه علي أنا فقال له إسماعيل حسناً شيخ الفاضل وفي اليوم التالي جاء إسماعيل إلى الإمام أحمد وهو يشعر بالخجل الشديد قائلاً قرأت القرآن كما قلت لي يا شيخي ولكني لم أستطع أن أقرأ غير عشرة أجزاء فقط فقال له الإمام بابتسامة لطيفة لا بأس يا ولدي ولكنني أريدك اليوم أن تقوم الليل وتقرأ القرآن بتدبر وكأنك تقرأه على رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وفي اليوم التالي جاء إسماعيل ووجهه أحمر من الخجل وأخبر الشيخ أنه لم يستطع قراءة سوى الجزء الثلاثين فقط من القرآن الكريم سكت الإمام وهو يهز رأسه قائلاً أريدك اليوم يا بني أن تقوم الليلة كعادتك ولكن اقرأ القرآن هذه المرة وكأنك تقرأه على الله عز وجل وفي اليوم التالي جاء إسماعيل باكياً وقد عرف مقصد الشيخ فقال بخجل والله يا شيخ الفاضل أنا لم أكمل في قيام الليل قراءة الفاتحة لشدة خشوعي وخوفي أن الله عز وجل يسمعني ابتسم الإمام أحمد وقال لتنميذه ليس بكثرة ما يقرأ لسانك تنول الدرجات وإنما بما تعقله ويتدبره قلبك الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثانية قشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد حمزة شاب يتمتع بأخلاق فاضلة نشأ في أسرة فقيرة ولكن هذا الفقر لم يؤثر على حلمه بالالتحاق بكلية الطب فكان أثناء العطلة الصيفية من كل عام يبيع السلع بين البيوت ليدفع تكاليف دراسته وفي أحد الأيام وأثناء ما كان يبيع السلع في إحدى القرى شاعر بجوع شديد ولم يجد في جيبه نقوداً تكفي وجبة بسيطة لسد جوعه فقرر أن يطلب شيئاً من الطعام من أول منزل يمر عليه وعندما طارق الباب خجل من نفسه عندما فتحت له الباب شابة صغيرة وجميلة وبدلاً من أن يطلب وجبة طعام طلب أن يشرب ماء وعندما شعرت الفتاة بأنه جائع أحضرت له كأساً من اللبن مع وجبة شهية فأكل وشرب وشعر بالشبع وبعدها سأل الفتاة بكم أدين لكي فأجبته لا تدين لي بشيء لقد علمتنا أمنا أن لا ثمن لفعل الخير فشكرها حمزة وعندما غادر المنزل شعر بأن إيمانه بالله ازداد وتذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم أو يكشف عنه كربة أو يقضي عنه دينا أو يطرد عنه جوعا وتمر السنوات ويصبح حمزة من أكبر أطباء العاصمة وتتعرض تلك الشابة التي أصبحت سيدة بعد زواجها لمرض خطير فأرسلوها لأكبر مستشفى بالعاصمة وتم استدعاء الأطباء المتخصصين لفحص مرضها النادر وتم استدعاء الدكتور حمزة للاستشارة الطبية وعندما سامع اسم القرية التي قدمت منها تلك السيدة لمعت عيناه بشكل غريب وأسرع في الحال عابراً للمبنى إلى الأسفل حيث غرفتها وهو مرتدياً الزية الطبية لرؤية تلك المريضة وبمجرد أن رآها عرفها ثم عاد إلى غرفة الأطباء عاقداً للعزم على عمل كل ما بوسعه لإنقاذ حياتها ومنذ ذلك اليوم أبدى اهتماماً خاصاً بحالتها وبعد جهد كبير وعمل شاق تمت المهمة على أكمل وجه وتم شفاء السيدة على يد الدكتور حمزة الذي طلب إحضار الفاتورة إلى مكتبه كي يعتمدها وعندما جاءته نظر إليها وكتب شيئاً في آخرها وأرسلها لغرفة المريضة كانت المريضة خائفة من فتحها لعلمها بأنها ستمضي بقية حياتها تسدد في ثمن هذه الفاتورة وبعد تردد وخوف نظرت السيدة إليها وأثار انتباهها شيء مكتوب في آخرها مدفوعة بالكامل بوجبة شهية وبعد ثوان دخل الدكتور حمزة إلى غرفة السيدة وابتسم لها وطمأنها ثم ذكرها بالوجبة الشهية التي قدمتها له عندما كان طالباً يبيع السلع بقريتهم فبكت السيدة من الفرحة وقالت بقلبها المسرور شكراً لك يا إلهي على فيض حبك ولطفك بي حيث أرسلت لي هذا الطبيب الرائع ليهتم بي كل هذا الاهتمام وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّ مَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ترجمة نانسي قنقر